هنتكلم في بداية الحلقة كده عن السياحة المصرية قطاع مهم جدا جدا من قطاعات الاقتصاد والحقيقة هنتكلم في هذا القطاع مش بس كلام كده مرسل لكن بالأرقام لوجة الأرقام بتقول لنا أنه السنة دي إن شاء الله إحنا أمام موسم سياحي مهم جدا بيؤكد أن مصر لم تعد فقط وجهة سياحية معتادة أو تقليدية لكن أصبحت كمان قوة اقتصادية كبيرة في مجال السياحة الإقليمية والدولية السياحة في مصر كلنا عارفين طبعا عنصر مهم جدا من عناصر دعم الاقتصاد كل سنة بنشوف تحسن ملحوظ في هذا القطاع بمناسبة اليوم العالمي للسياحة مصر أصبحت وجهة لأماكن أثرية كتير جدا في تنوع كده في المنتج السياحي في مصر ما بين السياحة الشاطئية البيئية كمان السياحة الدينية والسياحة العلاجية ده بيجعل مصر في قمة المقاصد العالمية سياحيا وتقدر تنافس بقوة إن شاء الله في كل المجالات بلوجة الأرقام إحنا أول سبع شهور السنادي 2024 مصر استقبلت أكتر من 8 مليون سائح وده مقارنة بسنوات سابقة رقم كبير وبيقول لنا إن إحنا ماشيين في الطريق الصح فيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة جمال ده حقيقة محمد وكان مهم جدا إن إحنا طول الوقت يبقى عندنا آليات كده عشان نقدر نسوى ونروج لها السياحة المصرية ونحن نتكلم على السياحة المصرية نتكلم بلغة الأرقام زي ما محمد استعرض مع حضراتكم الحقيقة إنه مصر بقى بتستهدف أكتر من سوء بشكل ناجح بقى إننا بنروح لأسواق ما كانش ممكن ما كانتش الوجهة السياحية الأولى ليها كانتش هي مصر الأرقام مش بس بتقول إننا في موسم قوي ده ممكن نطلق عليه موسم قياسي بكل معنى الكلمة سواء كان من ناحية عدد السياحة 2024 واللي بمتوقع لها إنها تكسر حاجز الـ 15 مليون سائح وده مش رقم صغير أبدا لكن الحقيقة الأهم كمان من ده الإرادات اللي ممكن توصل لـ 14 مليار دولار أو أكتر أرقام كبيرة جدا فكرة بقى كمان مش في الأرقام الفكرة إن إحنا نضع في اعتبارنا أو نبص لظروف المحيطة خلينا نقول الظروف اللي في العالم كله الحقيقة أجواء سياسية صعبة جدا ده غير كمان حتى الأجواء السعبة اللي بتعيشها منطقة الشرق الأوسط يمكن أحوال صعبة جدا في العالم كله الحقيقة لكن مصر متقدمة بشكل كبير جدا خاصة في القطاع السياحي وده لو هيقول حاجة يا محمد يقول أنه خلينا خطة المتعلقة بملف السياحة القطة أو الاستراتيجية المصرية المتعلقة بملف السياحة هي خطة وعية وخطة سليمة ويمكن قدرت أنها تحط إيدها أو تضع ألف خط تحت العوامل اللي كانت بتأخرنا في مماضة طبعا جمالة فعلا زي ما أنت سيقلت فكرة أنه القطاع السياحة من أكثر القطاعات حساسية لأي أوضاع أمنية بتحصل في المنطقة لكن احنا الحمد لله زي ما بيقولوا كده بنمتص هذه الصدمات وفيه استراتيجية للسياحة المصرية أنها تنفتح على أكثر من سوق في العالم احنا بنتكلم هنا بش على سوق أو سوقين موجودين حوالينا لا احنا بنتكلم على أسواق مختلفة في العالم بنروج فيها للمنتج السياحي المصر جهود كبيرة الدولة بتقوم بيها لتحسين التجربة السياحية في مصر احنا بنتكلم مثلا يعني لو اتكلمنا عن السياحة العربية ودي سياحة مهمة جدا زادت بنسبة 17% مقارنة بالسنان اللي فاتت لما اتكلم مثلا عن الأسواق الأوروبية السوق الألماني من أكثر الناس أو الشعب الألماني أو السائحين الألمان عندهم كده افتتان بالتراث والحضارة المصرية لسه في الصدارة كمان السوق السعودي حقق طفرة وقفزة كبيرة جدا بلغة الأرقام نتكلم على 25% زيادة عن السنة الماضية من السائحين الوافدين من أخوتنا في المملكة العربية السعودية ده كمان الأسواق الأخرى الجديدة اللي موجودة بشكل كبير بنشوف طبعا حجوزات مستمرة موسم شتوي إن شاء الله يكون مبشر جدا ويفتح أبواب الخير والرزق لكل العاملين في مجال السياحة نحن نتكلم على مجال بيفتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يا جمانة بشكل كبير جدا نتكلم على أعداد العاملين في هذا القطاع بشكل مباشر واللي بيقدموا خدمات في الفنادق في المطاعم في الأماكن السياحية فإحنا كلما كان في رواج في قطاع السياحة هيبقى في رواج أكتر في سوق العمل بشكل كبير ده بكل تأكيد ومهمة كمان زي ما كنت بكلم مع حضراتكم إن إحنا نبقى بغضين بالنا من الاستراتيجية المصرية لتطوير ملف السياحة كنت بكلم مع حضراتكم على فكرة فتح أسواق جديدة لكن مش بس فكرة فتح هذه الأسواق فيه كمان لو بصينا للغة الأرقام هنعرف أنه في عوامل كتير قوي 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 كانت هذه الخطة كانت وضع إيديها عليها فكرة التطور اللي حصل في مستوى الخدمات عشان ييجي سائح إن هو يقدر يدفع فلوس ويقدر يقيم هو جاي يتفسح في الآخر أي أن كان واسحا كانت بقى فسحة سيحة ترفاهية أو حتى علاجية أو رياضية أي مكان في الآخر هو بيبقى جاي عشان متوقع خدمة جيدة عشان حتى كمان يقدر يرجع تاني لو هنتكلم على المنتج المصري الحقيقة هو قدر يقدم خدمة سياحية هيلة وده بلغة الأرقام إحنا عندنا لو هنتكلم على المنتج السياحي عندنا الحقيقة يعني هو متنوع بشكل كبير جدا كان شواطئ معابد وأثار سيحة علاجية أو حتى يمكن دينية كل ده ارتفع بشكل ملحوظ جدا لو بصينا على حجوزات الفنادق مرتفع جدا ليه لأن الفنادق بيتقدر أنها تقدم تجارب أفضل بأسعار تنفسية وأكتر ده اللي خلى مستويات الإنفاق السياحي كمان تزيد بنسب بتتروح بين 12% و14% خلال السنة دي حتى لو بصينا على موسم الصيف تحديدا يا محمد حتى يا خليه يقول أن الوجهات السياحية اختلفت كان معروف حتى أن السائحين اللي بيجوا مصر في الصيف كان فكرة أن هم يتوجهوا على السحل الشمالي ما كانتش موجودة لكن شفنا خلال مهرجان العالمين كان فيه ارتفاع كبير جدا 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 في نسبة السياحة في الفترة دي ويمكن أنا كنت هناك يا محمد وشفت بعيني فعلا يمكن كانت المشكلة جنسيات مختلفة جدا جنسيات مختلفة ما كنتش بتعود لنسيحة عربية كان فيه سيحة عربية قوية جدا وزي ما كنت نتكلم فكرة فتحة أسواق جديدة يعني جنسيات أنت ما كنتش تتخيل أن تشوفها خاصة في الساحل الشمالي ويمكن أنا كنت شاهد على ده كانت فعلا المشكلة أننا بالعكس إحنا محتاجين فنادق أكتر محتاجين يبقى عندنا غرف أكتر عشان نقدر نستوعب عدد أكبر من السائحين وكان فيه إقبال كبير جدا 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 الحقيقة يعني موسم كان موسم الصيف اللي فات ده والعالمين الجديدة مهم جدا وإحنا على أبواب الشتة إن شاء الله يبقى موسم أقوى وزي ما بيتوقع كل خبراء السياحة خدمات فندقية بنشوفها كمان خطوط الطيران إحنا بنبدأ نفتح خطوط طيران مع وجهات مختلفة وبنستقطب سائحين من مناطق وأسواق جديدة دايما السياحة الشتوية بتبقى مهتمة كده بالسياحة الأثرية والثقافية ولقصر وأسوان وهم موجودين دلوقتي على خريطة السياحة العالمية من اللوجة الأرقام كمان أو الأرقام إحنا نتكلم من الفترة اللي فاتت السياحة اللي جاية من الصين مثلا عشان تزور لقصر وأسوان الأرقام بتزيد جدا عشان بيحصل تنشيط في هذه الأماكن مهم جدا نهتم بهذا القطاع مهم جدا نحط عنينا إن إحنا إحنا إزاي نقدم كمان بسلوكياتنا كمصريين خدمة جميلة لأي سائح إحنا شعب معروف عنينا إن إحنا عندنا حصن استقبال كده جميل وعندنا وجه بشوش وابتسامة لطيفة نحافظ على ده لو في بعض السلوكيات اللي إحنا بنعملها غلط شوية في التعامل مع السائحين نحاول نصحها لإن ده عنصر مهم جدا إزاي أتعامل مع السائح من أول ما ينزل كده المطار لغاية ما يروح الوجهة الخاصة به الفندق أو المطعم أو المكان اللي بيزوره سلوكيات التعامل مع السائحين محتاجة مهم جدا يا جمانة مرجعة ومحتاج كمان نركز عليها نحافظ حتى كمان على نظافة الشوارع اللي هنبنمشي فيها لما يبقى يجاي سائح جاي بيزور الأماكن التراثية أو بيمشي في الشوارع عامة ما يلاقيش إن الشوارع مش تضيفها ما يلاقيش إن إحنا أول ناس ما بنحافظش أو ما بنحترمش شوارعنا أو ما بنحترمش بلدنا ومهم جدا كمان إن إحنا ندعم قطاع السياحة على فكرة السياحة حتى الداخلية مهمة جدا مهمة إن إنت تزور كل الأماكن اللي موجودة في بلدك ربنا خاص مصر بأماكن كتير جدا 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 أنواع سياحة مختلفة كل مكان تحسوا وجهة سياحية لوحده مختلف تماما عن الوجهة الأخرى مهم جدا إن إنت تبقى معرف ولادك وإنت كمان تكون موجود معهم وتشوفوا الأماكن دي وتعرفوا ولادك أكتر كمان على مصر على أي حال ربنا دايما يا رب يديم علينا نعمة الأمن والأمان مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر